يسعى وزير الخارجية الامريكي ريكس تيلرسون الذي يبدأ في الفلبين يومين من المحادثات الدبلوماسية يسعى الى ممارسة مزيدا من الضغط على كوريا الشمالية بعد تبني مجلس الامن قرارا بفرض عقوبات جديدة عليها وسيكون تيلرسون المرة الاولى في الغرفة ذاتها مع وزير خارجية كوريا الشمالية ري هونجو الذي تحدى محاولات الولايات المتحدة عزل بيونج يانج بحضوره المنتدى الاقليمي